أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الأطر التعاونية القائمة بين مصر وتونس والحفاظ على دورية ناقاد اللجان الثنائية المشتركة وخلال اجتماعهم مع النظير التونسي محمد علي النفطي أعرب عبد العاطي عن حرس مصر على التنصيق مع الجانب التونسي فيما يخص القضايا الإقليمية خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي باعتبار أن مصر وتونس دولتي جوار مباشر بجانب ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذلك الأزمة في قطاع غزة مستعرضا الجهود المصرية لوقف إطلاق النار والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية لغزة